السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين 17 تموز يوليو طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان واليوم يعني منعتبره احنا يوم البدايات الجيدة لجميع الابراج ونشرحها طبعا لما نوصل لموضوع انه القمر يولد هلال طبعا القمر الان موجود في برج السرطان في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 واربع دقائق مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما انه موجود في برج السرطان معناته برضو اليوم منشعر ولكن اكثر من يوم امس بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الامان انه لا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار او زراعة نبت ما او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها هي زوايا البطيئة اول زاوية زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين اورانوس وهي زاوية تاثراتها من يوم 11 سبعة لا يوم 18 سبعة بتعزز قدرتنا الادارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا بتعزز قوة الحدث لدينا وبتمنحنا الابتكار ومواهب للاختراع او الانجذاب لكل ما هو جيد ومنعيش لحظات جيدة مع الاصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم وبرضو ممكن نعرف بعض التغييرات المفيدة اللي ممكن تخرجنا من رتابة حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث ايجابية بين الشمس وبين نبتون هاي زاوية تاثراتها من يوم 13 سبعة لا يوم 28 سبعة طبعا ذروتها يوم 27 ساعة وحدة وسبع دقائق بعد الظهر بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل هاي زاوية تاثراتها من يوم 13 سبعة لا يوم 28 سبعة دروتها برضو يوم 27 الساعة 38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتزيد احتمالية المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي ممكن تخلف مشاكل عديدة بتزيد من العصبية وعليه يجب أن نتمالك العصاب ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير بيدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عمليات جراحية بيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا ممكن يعرضنا لهجومات مع الخصوم تكون هاي الهجومات فالتاكب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي زاوية برضو من الزوايا الخطيرة طبعا هاي زاوية تأثيراتها من يوم 13 سبعة ليوم 30 سبعة ذروتها يوم 22 سبعة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع في طريقنا عقبات على طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية وبتزيد من حدة شهوانيتنا اللي ممكن أنها تضر بصحتنا أو تسبب لنا أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هاي زاوية منفصلة تسديس منفصلة تأثيراتها من يوم 28 ستة إلى يوم 12 طبعا هاي زاوية المنفصلة يعني بتظل إيجابية مهما كانت بتسبب عودة شخص أو وضعية أو حدث قديم بيرجع بيظهر على الساحة بيدعم من وضعنا بشكل أكبر وأكثر بالنسبة للزاوية اللي مع القمر أو الزاوية اللي ذروتها اليوم رح تتشكل أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر تأثيراتها حتى صباح يوم الاثنين بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة طبعا زاوية تربيع سلبي بين عطارد وبين المشتري هاي زاوية تأثيراتها بدأت يوم خمسة عشر سبعة ومستمرة حتى يوم واحد وعشرين سبعة طبعا اليوم ذروتها ساعة تناش وثمانية وأربعين دقيقة بعد الظهر بالنسبة لهاي زاوية بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن إنها تعرضنا لمشاكل مع العدالة يجب تجنب توقيع الوثائق المهمة ولازم نتأكد من كل شيء موجود فيها إذا اضطرين على التوقيع من كل بنودها عشان ما يتسرب شيء هيك ولا هيك ويكون مش لمصلحتنا وبرضو على مستوى الاستثمار المالي والمضاربات المالية اللي ما عنده قدرة أو عارف حاله ما عنده قدرة على الالتزام المالي وسداد الديون ما يدخل بهاي المغامرات لأنها ممكن تنتهي بدعاوى قضائية برضو دوليا بالدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو بيتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة في بعض الكتاب أو رجال الصحافي برضو بيتعرضوا للمقاضاة أمام العدالة أو بيصير في جدل حول بعض القضايا الدينية والعقائدية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية ذروتها الساعة وحدة 21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش من يوم الاثنين تبدأ تأثيراتها من فجر يوم الاثنين وبتستمر حتى مساء يوم الاثنين بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية البدايات احنا حكينا عنها طبعا كل الزاوية أغلبها إيجابية اليوم ولكن هاي الزاوية أكثر إيجابية الزاوية اللي رح نتكلم عنها هي زاوية الإختران الإيجابية اللي بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية يعني ولادة الهلال طبعا هو رح ينولد الساعة ستة وواحد وثلاثين دقيقة مساءا من مساء اليوم الاثنين تأثيراتها بتبدأ من الآن موعد بث الحلقة وحتى مساء يوم الثلاثة يعني من يوم الاثنين وطيلة نهار يوم الثلاثة هاي الفترة احنا منسميها فترة البدايات الجيدة يعني اللي عنده مشروع أو عنده فكرة أو عنده خبر أو عنده تقديم طلب أو بينتظر بمعلومة إذا بادر اليوم بهاي الأيام أو بهاي الساعات في هذا الموضوع ما بيكتمل يعني نص الأسبوعين اللي هي مرحلة اكتمال القمر بيكون جاي الرد على هذا الموضوع إيجابا أو سلبا ولكن الأغلب إذا كان مدروس جيد بيكون نتيجة إيجابية ولصالح الشخص منولي مزيد برضو من الاهتمام لصحتنا منطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا باء هاي الزاوية بتساعدنا في التوازن وثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي زاوية ذروتها ساعة 11 51 دقيقة من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينيج تبدأ تأثيراتها من ظهر يوم الاثنين وبتستمر حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء بالنسبة لهاي زاوية بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدث وعليه في أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور التجميل وهذا الوقت وقت مناسب للراحة وبرضو بتكون تنتبهوا لأنه بالفترة هاي بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا ابتمنحنا هاي زاوية كفاءات وخصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفن أو المسرح أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو طبعا هاي الزاوية ذربتها الساعة ثلاثة وست دقائق من صباح يوم الثلاثاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من ظهر يوم الاثنين وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة سيطرتهم أو فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة برضو بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا أول شيء المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة والصفاق اللي هو الغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي العضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هذول الأكثر حساسية طبعا ما بنصح أنا العمليات الجراحية الكبرى لهذه الأعضاء ولكن عمليات صغرى أو تنظير أو مراجعات طبية أو أخذ علاجات أو أي احتياطات ما في أي مشكلة ولكن عمليات كبرى أنا ما بنصح فيها لهذه الأعضاء تحديدا أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مناسب للحقن مناسب للجراحة أيضا يصلح لزلت الشعر الزائد لآخر يوم وعلق رغم أني أنا ما بنصح فيه لأنه إذا دخلنا بمرحلة الهلال فأنا ما بنصح بهذا الموضوع يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ القص العلاجي في ساعات المساء يعني عند الساعة 6 7 8 بتوقيت جرينج بيكون يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الثلاثاء بيبدأ الساعة 3 و 6 دقائق صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام ساعة 4 و 39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره 28 يوم في تمام الساعة 51 أو 59 دقيقة فجرا بصير 29 يوم يعني بظل ساعات المساء بعدين ندخل في اليوم الأول عشان هيك نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيد بنسبة 100% القمر في السرطان حتى يوم 18 سبعة الآن هو سعيد بنسبة 30% ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 45% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% عطارد في الأسد حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% قرنص في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% طبعاً يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حط اللايك أو الدسلايك أو الكومنت أو الشير أو المير والفير والأشياء هاي كلها يعني يعني كبسة زر هي كلها بس اكبس وأهرب عشان يعني ما ينفجر الماوس في إيدك أو هيك تحس به هاي الكهرباء الصغيرة اللي ممكن تضرب في إيدك يعني اكبس وأهرب على طول إذا ماسك التليفون لزدته خصوصاً إذا كان آيفون أو شغلات من الجديدة هاي غالي كثير أه يعني كبسة خفيفة ونتحاول أنك ما تضغطش كثير على الجهاز الله يسامحكو يا رب الله يسامحكو الله يسامحكو يسامحنا ويسامح الجميع ويغفر للجميع يعني والله يعني أنه بتعب أنا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بتنهمكو في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة موسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاولوا أنكو تحذروا من التصرفات العدائية وما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي أو ممكن تسمعوا بعض العتاب أو اللوم بسبب الإهمال أو الكلام الجارح يعني بدك تكون حذر أثناء تعاملك مع العائلة تحديداً برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات القصيرة والحركة وما رح تهدى وطيرتك اليوم أهم شيء أنكو تكونوا أكثر صبراً على الطرقات هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان حاولوا أنكو تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات حاول أنك برضو أنك ما تترك مجال للغموض حاول تخلي كلامك واضح إلا عندك قدرة على الإقناع عالي جداً ما فيه داعي أنك تكون مبهم بالكلام باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم بمعنى آخر ما رح تهدأ وطيرتك حتى على المستوى العاطفي أيضاً برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي الفرصة هاي عادة نفتيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات ناقشوا المواضيع التمولية أو القروض ولكن زي ما حكينا انتبهوا ما تغامروا بالأمور المالية ممكن تحصل على تسوية اللي بتحلم فيها وبرضه بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً اليوم انتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش إنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد لك النشاط لحياتك اليومية وتعتبر أو يعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر إذا استغلتوا طبعاً بشكل صحيح برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً مبارح أنا لما علقت في أشخاص قالوا يعني ليش بالغت على برج عمي أنا برج الأسد أنا بحكي أنا برج الأسد يعني أنا بعاني معاكو وكمان مش إنه موضوع إنه إحنا خلاص ونطلع من الحسبة وهذا هي مسألة وقت يعني ضايل أكم يوم وبعدين الشمس بتوصل لعنا منعيد حياتنا ومنبلش بداية سنتنا الجديدة هي مسألة وقت وحنا ذكرنا في انتقال الشمس إنها هي هاي فترة متعبة عشان هيك يعني ما تزعلوا مني بس يعني اعرفوا إنه بغاوز أنا معاكو شوي يعني طيب بالنسبة لطبعاً توقعاتنا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب لغاية فجر يوم الثلاثاء فعشان هيك بدنا نتحمل شوي بسيطر التعب علينا إن إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو التعب الصحي خلال هاي الفترة ممكن نفشل في أعمالنا في حصد النجاح بتخيب أماننا لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة طبعاً أي شخص بيوعدك بشيء يعرفوا إنه كذاب ما رح يوفي بوعده يعني ما تركنوش عليه ماشي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم ما توجهوا أي انتقادات بناسبك اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أو العلاقات الاجتماعية انت اليوم بحاجة للتحالفات بتفرح لتفاهم الآخرين لإلك ممكن تحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل اللي بده واسطة أو بده دعم زي ما ذكرت يوم أمس يعني اليوم يستغله بشكل جيد اليوم في فرص يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى لقاء هيك جميل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر كأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك أو بيتعاون معك أهم شيء أنه ما تخشى شيء وما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح صحيح أن الفترة فيها بعض الخلق والتوتر ولكن حاذر من مخالفة القوانين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر أو الاتصالات البعيدة أو الحوارات أو النقاشات أو التعامل مع أجانب ولكن بتكون تحذروا إنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تتسرع أثناء حوارك أو أثناء نقاشك ممكن اليوم يكون لك موعد مع سفارة أو بريد أو مراسلات خارجية أو أي شيء من هذا المجال حتى الامتحانات الجامعية اليوم بتكون جيدة لموليد برج العقرب وبرضو بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا خصوصا على المستوى العاطفي تختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع تحركاتك أهم شيء أنه ما تقف ساكن وتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض أهم شيء أنك تصرف بدون تباته لتصحيح الأوضاع ولععادة بعض الأمور للنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول أنك ما تفرض أي أو ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تتعالج موضوع مالي أو إداري ولكن ما في داعي للمغامرات المالية أو المجازفات المالية وبرضو ما تداينش أي حد فلوس أو يعني هاي أهم نقطة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة اللي هي الشراكة المالية والعاطفية وحاولوا انكوا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم بالعمل والعاطفة واليوم هذا يصلح للمصالحة المقاربة الحوار الملاطفة المغازلة الاتفاق الشغلات اللي زي هيك هاي يعني مميزة لعلها أما بالنسبة لطاقتك فلانه طاقتك ضعيفة فتعتبر هاي الفترة فيها بعض التوتر حاول انك ما تدخل بأي مشاكل أو حوارات أو عصبية أو أي شيء من هذا النوع لانه ممكن شوي ما تكون لصالحك وحاول انك ما توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وبرضو لا تدخلوا في أي مواجهة مع زملاء انتبهوا من تراجع الصحي اللي ممكن شوي هيك تشعروا انه فيه تعب أو وهن أو بحاجة لمراجعات طبية أو فحصات طبية اليوم استغلوا لهذا الأمر واللي بشعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه طبعا اليوم برضو بنصحك انك تغير أولوياتك اذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في الأعمال وبرضو ابعد عن المشاكل مع زملائك بالعمل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا واليوم بشكل عالي جدا بينكم وبين الأحبة لأنه اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم يكون لك في فرصة مناسبة للمصالحة للتسوية للتعارف للارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية جدا عشان هيك اليوم ممكن يكون في حدث أو خبر أو شيء بيتعلق بأحد الأبناء أو بأحد الأحبة تهتم فيه أكثر أو تمارس هواية معينة وبرضو بالتجميل ممتاز جدا يعني بتقدر اليوم تتحمم عادي تحممه سرح شعرك هيك وتصير الأمور تمام بطلع أنا توقعات صحيحة طيب هيك إحنا منكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة ياريت اللي ما ضغط ديش أقول ما كبس لأنه في ناس بقول لك شو يعني كبس على الكبسات ما بفهموا علينا هاي اللغة عامية هي نوع من أنواع الدعابين ولكن أرجو من الإخوة الأحبة من أعجبه هذا المحتوى أن يضغط بلايك أو ديس لايك أو يحط البلوك ويزتني بره وما يتابعني وبرك الله فيكم وعليكم يعني حاولت أجيب الكياس كيف نحكي بالإذاعة يعني وشكرا للمتابعة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر